الفيلسوف أفلاطون كان يحلم من مدينة فاضلة بكتابة جمهورية أفلاطون أربيل المدينة الفاضلة على مستوى البلاد مدينة بيها التقدم والبناء والجمال جمال الطبيعة وملاذ آمن وقبلة لسواح العالم لكن حلبت النزاعات الأجنبية جعلتها مستهدفة بس إن شاء الله بحكمة قياداتها وزعاماتها تبقى هذه المدينة محافظة على جمالها وصفاتها خلينا نتحدث عن اللي حصل يوم أمس يوم أمس يوم محزن جدا ناس مساكين نايمين ببيوتهم بأمان الله وسقطت عليهم الصواريخ والقاذفات ما لهم أي ذنب بكل شيء ومشاهد الأطفال والنساء بالمستشفيات والله تدمي القلب وسؤالنا المهم إحنا شنو ذنبنا شنو ذنبنا النزاعات تقتل أملنا بالحياة وما ضل عندنا شيء آمن ببلدنا وش حصلنا من السياسات اللي قتلت أبنائنا ونسائنا ليش ما نعيش مثل باقي البلدان بأمان لو يوم واحد ما بي لا دم ولا موت ولا خوف وصل الحال حتى وإحنا ببيوتنا ما مأمنين على حياتنا شنو ذنبنا شنو ذنبنا وليش هيش يحصل معانا وإلى متى بلدنا ينام ويصحى على قصف أسئلة هو يبدأ أخذنا لأننا نحس بالألم والحزن من الضيم اللي شفناه ونقوله بختام الحلقة الله يلطف بحالنا وهو اللطيف والحافظ ترجمة نانسي قنقر